أسعد الله ومساءكم مشاهدين الكرام نحييكم في حلقة جديدة من ضيف التحرير تنطبق عليه مقولة بدأ من الصفر وربما من تحت الصفر شاب مغربي طموح تسلق سلم المجد بروية فبدأ من غرفة صغيرة وأدوات بسيطة ليصل إلى العالمية ويحدث الناس في الشبكة العنكبوتية وبرامج التجسس وكوريا الشمالية والقوانين المؤثر على شبكات التواصل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية وغيرها من القضايا التي أصبحت تسترعي اهتمام القاصي والداني تزود ضيف اليوم بالمعرفة ففي جامعة قاضعيات درس القانون ونال بعد ذلك شهاد عليا كتقني متخصص في تسير الشبكات المعلوماتية وأنظمة التشغيل سنة 2009 ستشهد بداية الحكاية عبر تأسيس مدونة محترفي الحماية والتي ستتحول مع الوقت للمحترف ولأنه محترف بالفعل محب لعمله مجد في مجاله لا يخضع للطبقية لا يؤمن بالعدمية ولا يستسلم لمعشر المحبطين واصل العمل بجد واجتهاد فكان ذلك اليوتوبر الذي يلفت إليه الانتباه ينتقل من آلاف المشتركين إلى الملايين وفي هذه النقلة النوعية بدأ حصد الجوائز الوطنية وكذا العالمية حيث نال بطل حلقة اليوم من ضيفة تحرير لقب أكثر البودكاستر المغاربة تأثيرا من قبل شركة يوتوب وجائزة أفضل مدونة في مسابقة ماروك ويب أورتز عام 2012 وجائزة يوتوب الفضية للتميز عام 2014 وهو أول مغربي ينال هذه الجائزة في عام 2015 حاز على رواد التواصل الاجتماعي أو جائزة رواد التواصل الاجتماعي من حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوب هل توقف الحصاد عند هذا الحد؟ الإجابة بكل تأكيد تفيد النفي القطعي الذي لا يقبل التشكيك حيث واصل أمين الأمين في عمله مسيرة التألق واللمعان ليتوج من جديد بجائزة يوتوب الذهبية عام 2016 وكلما مر الزمن راكم هذا الشاب القادم من مراكش الحمراء الإنجازات ليتحول إلى الصف الأول من المؤثرين مغربيا عربيا وعالميا وفي كل نجاح درس ولكل مرحلة قصة أنا الأوان أن تروى عبر وجه آخر لمغربيا تحدى الصعاب ورسم لنفسه مصارا استثنائيا في الحياة فيه الكثير من الدروس والعبار بسمكم مشاهدين الكرام ورحب بأمين رغيب مدون اليوتيوبر صارع المحتوى مستشار في الأمن المعلوماتي قل ما تشاء أهلا بك رغيب أهلا وشكرا على هذه المقدمة التي أطرت فيه بواحد شكل كبير جدا شكرا جزيلا حين تجد في الضيف ما يقال فعليك أن تحسن الكتابة وأن تقدم ملخصا لما عاشه في حياته وهل تنطبق عليك بالفعل ما قولت أنك بدأت من الصفر إلى من تحت الصفر بدأت من تحت الصفر تحت الصفر الأنترنت بوحد شكل إيجابي لقيت مجموعة من الصعوبات تهدر على اليوتيوب تهدر على اليوتيوب وخلي كل فكرة حكاية نعم كيف وصلت لأنه قررتي أنا اليوم سأخرج بهذا الفيديو هذا أول فيديو لك وهذا أول مكان الذي خرجت منك نعم هذه الغرفة هذه الغرفة هذه الغرفة الخاصة هذه الغرفة التي كنت كان يعيش لأنك إنسان غير اجتماعي منعزل فهذه الغرفة يمكن أن نقول لك تنقذي فيها تسعين في المياد الوقت ديالي يعني عشرة في المياد اللي كان قرر في المدراسة وكان جيدا بقرر هذه الغرفة كيف يميز حياة المنعزلين حياة المنعزلين يعني كيكون قدام كتكون عندك واحدة لمساحة كبيرة ديال التفكير ما كتلقاش شي حاجة اللي كتبرزتك لا ولكن العزلة لن أقول مفكرين ولكن للمبدعين لما لديهم لمسة إبداع كين كي يديك ذاك الوقت الذي تقضيه معنا نعم فذاك الوقت اللي كان نكون منعزل بوحده فهو واحد الوقت ديال البحث ديال القرية فهنا كنت كان استمتع بالمجال ديال المعلوميات علش كنت كنت تقلب كنت أقلب في المجال ديال الأمل المعلوماتي لأنه واحد المجال اللي كان يستهويني ما غادش نقول الأمل المعلوماتي ولكن غادش نقول المجال ديال الهاكين لأنه في هذه المرحلة هذه ما كنتش ما كنتش عندك خبرة لماذا الأمن لم أتولي كنت في مجال دي الله هاكين فكنت أنني كنت أكتشف هجمات معينة غرجوا لهذا الشيء وأيضا ما أثار غضبك ربما بعد تنمر ولا بعد استهزاء ولا قل ما تشاء نحن 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 في قاعدة يعني لا كرامة للنبيين في قومه ولا يكرم المرء في بيته مجرد صعودك في البرلمان وحديثك عن برنامج بيقاسوس سنعود لهذا الموضوع بالتأكيد ولكن أول فيديو أمين على اليوتيوب قلتي غيجيب عشراء غيجيب مياه غيجيب ألف اشنو بالب لا أول فيديو لي على اليوتيوب لم يتجاوز 10 مشاهدات او 15 مشاهدات لا مني كانش عندي بزيب دي المشاهدات أكثر فيديو تجاوز لعدد مشاهدات في مسارك وكان هين فيديوهات عندي اللي يتجاوزوا العشر ملايين هين فيديوهات اللي عندي كبار في اللي خروجت فالخروج هذا يعني رك عف أولا ما كانش عندي واحد المكتب اللي ممكن أنني أو استوديو اللي ممكن نصور فيه بواحد شكل جيد طاولة جيدة كاميرا جيدة كان هذا شيء كله ضيبة ناجرة ممكن أنه إذا شفت الصورة في الأسفل تمارو حاجة بيضاء لك حلية ذكرى مايكروفون اللي كنتمصاوبوا صاوبتوا الراسي وبنسبة طالة الكاميرا اللي كانصور أو الويب كام اللي كانصور بها هي ويب كام ذيك اللي كانت تكون في سي بيرات را الناس يعقلوا عليها هذيك الكاميرا اللي اللي ما كانت تصور شيئا باش كنت نصور وكانت خسرها ولكن هذا شيء رامش ما الفترة التي بدأت بها را ما كانش عاود تاني التطور ما كانش تطور تكنولي ولكن كان ممكن أنك تصل على خصك فلوس وهنا رجعون للطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها وبغيت منك رسالة أنا لسته بطبقي هناك اللي سبحان الله ربي سهل عليه عنده الورد شي حاجة من القبيل وباشي حاجة فكينين في المجتمع ولكن أيضا كينين تحت الصفر ولكن لا يأسى مع الحياة ماذا الرسالة ديالا كنت اللي الحمد لله شوف أعتقد أن مسألة تحت الصفر هي مسألة فكرية ممكن أنك تكون تحت الصفر ولكن تكون واحد إنسان اللي عنده أحلام ولكن ماشي كان نقلسه طلب قنحلم لا كان حاول نشوف شناهما الحلول اللي غيوصلوني لهذاك الحلم اللي أنا كان حلم به فأنا وخا كنت إنسان يعني ماديا ضعيف جدا ولكن كانوا عندي أحلام كبرى وكنت كنفكر كيفاش ممكن أنني نحقق هذه الأحلام ديالي والحمد لله أنني حققتها في المجال اللي كنت أنا كان أحتارفه اللي كان بغيه يعني كنت ديك ساعة أنا نعطيك واحد الحاجة أنه كنت من الحويجات اللي كانوا كيستيهوني ديك الساعة أنني نكون قنشرح قدام الناس وقناظر قدام الناس وقناظر قدام المخاد وقدام المخاد قدام القناظر على أساس أني نرى قنشرح لهم شي حاجة حتلقيت رأسي أنني وليت دابا حاليا غير قناة اليوتيوب أنني تنديد دي كنفرنس يعني في جامعات كبرى سواء داخل الوطن أو خارج الوطن الليميت كين غير في الدماغ أبغصم وخد كل حالة كلمات دي كيف ما بغى تكون لأن ممكن أنك تحقق واحد لإنجازه لك أنت أمن به هل أنت مشيت للقانون في القادة يا عيال؟ الأب ديالي واللي ولا بغا هذه تانية واحدة رسالة للأباء أنه بعد مرات شوف الأباء ديالي يبغي وليك الخير هذا لا غبرة عنه طبيعي طبيعي فالأب ديالي هو اللي كان بغاني ندير القانون وكان تيببوشيني باش ندير القانون وللأشانة أخرى كنت الحضر للقانون كالكتاب ديالي دي ما كنت تجيب لي بوليكوب ديال الأنفورماتي كنت تقرعه في لابك جميل ولكن أصريتي ومشي تخديتي الدبلوم ديالك فيما يخص المعلوميات أي الجوائزي أقرب إلى قلب أمين رغيب جائزة الفضية التي كنت أول مغربية نالها كأفضل بودكاستر من طرف اليوتيوب ولا الذهبية ولا جائزة رواد التواصل الاجتماعي من حاكم دبي شيخ محمد براشد المكتوم ولا جائزة ماروك أورتس يعني جائزة الواب المغربي والله لو كانت يعني نقدر نقولها ظهوري في البرلمان يعتبر جائزة لا افتخرت بها كجائزة لماذا؟ لأنني حسيت بأن بلادي أشي دورك بوحدك ركن نحدك نعم طبيعي الحال ولكن كانت وعد صخر كبير ولكن لبنانا ضرع للجوائز فأعتقد جائزة يعني جائزة رواد التواصل الاجتماعي التي منحها لي شيخ مراشد المكتوم نعم هي الأقرب هذه الصورة نعم هذه أي سنة 2014 لا هذه سنة 2015 2015 نعم ما قال لك شيخ محمد؟ صراحة أنا قال يوم بروق عليك والإمارات متقدمة في هذا المجل جدا يعني سنحت لي الفرصة أنني نشارك في مجموعة من المنتديات التي قامت في دبي هي في ناحية التكنولوجيا متقدمة جدا نعم هي متقدمة جدا وكتقف الشباب وكتتحول أنا كنظر غير على المشاركة ديالي يعني دائما يكون واحد تحاول نشوف هذه الأفكار التي أعطينا مثلا في هذه السنة السنة المقبلة يقول لك هل أفكار التي أعطينا هذه السنة أحنا شنو درنا فيها يعني ما شك تبقى غير ناس كتخدم بليز أبجيكتي نعم بكل البعض أحمل الكلمة من أنا نعم مراكش في حياته أمين راغيب هو القلب النابض ديالي لا نقدرش نعيش بره مراكش نهائيا دبا أنا كنت تحمل عناء الصفر تقريبا كل أسبوع يعني كنت دير لا ناضيق ونبقى عيش في مراكش لا نقدرش نخرج من المراكش أولا بحرفة أشعيش لا نقدرش نخرج منه صحيح أسريا مستقر لك أطفال ماشاء الله الحمد لله عندي ابنة وابن نعم وزوجة اللي كان بغياب الزر هل كنت راغيب ياك؟ نعم الولد اسمه راغيب لا هذا الكنيان لقب راغيب اسمه آدم وابنة اسمه إينس هذه الصورة بدل قديمة شوية هذه صورة في الجزائر في الجزائر هذه محاضرة في الجزائر جميل مع الشباب في الجزائر كان واحد يعني حاول ماذا؟ أمن السبراني الأمن السبراني ولكن في محاضرة أخرى عن الأمن لا هذه تونس أعتقلت في تونس ها في تونس أشنو الأسباب الاعتقال في تونس؟ مش اعتقال جلسة التحقيق لأكثر من ثلاث ساعات جلسة التحقيق طويلة ولكن كنت بدأوا في الشروع في ترحيل ديالي للمغرب لا ولا تدخلوا كثير من الكوادير في الأمن عندهم تمام ولي خلالهم وش السفر إلى البلدان العربية تحديدا أتحدث وحين يكون لديك تلك الصفة ذلك اللقب المستشار في الأمن المعلوماتي أمور من هذا القبيل يثير لك المشاكل يجعلك مطلوب على الحدود أو تتعرض لمضايقات؟ لا لم يصبح لي ذلك ولكن كنت تعرضت لمضايقات فقط في تونس للأمانة لم يدخلت لم يدخلنا المحاضرة ملستي سيمانة والمهم كانوا شي حويج ما لم يدخل يعني حتى نهار المحاضرة وتمنعت يحضر لك الجمهورة تباك الله الحمد لله هذه كانت محاضرة أعتقد في مدينة مراكش وكانت حولها هجوم التوأم الشيطاني بتايس ديال الشبكات الخلاوية والتي استحضرتي أيضا في كلمتك للإشارات والإشارات الكونفيرنس كانت قبل يعني يومين صفرت لتونس نفس الكونفيرنس كنت سأقوم بي في تونس قدرت نقوم بها في المغرب وقدرنا مثال تطبيق هنا وتختارقوا هواتف يعني كان الحضور الأمني هنا في الكونفيرنس يعني وما منعونيش بدون مشاكل خلونا نشاركوا المعلومة خلونا نبرا نفس المحاضراجين خلونا نقوم بي في تونس وقلنا المشاكل ربما يعني هناك هناك بنية للنظام لم يخرج بعد الكل يعلم لا نريد أن ندخل في السياسة ولكن الكل يعلم محاذير التي كانت في عهد بن علي وحتى ما بعد الربيع العربي فالأمور لم تتغير بشكل كبير الويب المغربي أين تراه اليوم؟ صراحة غير راضي على الويب المغربي على المحتوى على التطور على المحتوى تطريقة تطور الويب المغربي ليست مشرفة إذا جئنا نشوفه يعني المحتوى اللي سائد في الويب المغربي الناجح أو الناجح أو المحتوى التافي هو المحتوى الذي يعني يشوي صورة البلاد أكثر ما يعطي واحد لقيمة مضافة ل Twilight تصبح مع المجد محتوى اللي وإجابي ويشرف بلاد ويوري الشباب فيmir لben ولكن نحاول نعطيه واحد لمحتوى قيمة مضافة ونشرف فيه البلاد ولكن في المقابير تلقى أنه لبعض منهم يحاول أنه يفسداد هذه الجمالية وللأسف اليوم قد نقول بأنهم أغلبية وأيضا الشهرة والوصول المتلقي لأكبر عدد منهم يعني ينجحون بشكل غير لأنه لا يتم استحضار الأخلاقيات في هذا المحتوى بقدر أن يتم استحضار الماديات اسمح لي مع أحد القوانين 22-0-9 على ما أعتقد لأنه كان خلق ضجة كبيرة جدا فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وأنت كنت من أبرز المعارضين لازم تعمل محافظا على رأيك في هذا لا أنا محافظ على هذا الرأي نعم نحن من أجل نوعا ما رادع مثل هذه التفاهات نحن متفقين مع، ولكن بوحد يعني ولكن مشي لدرجة أنه ما يكونش عندي حرية في التعبير لا يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصة بهذا الشكل هذا ما وكانت يعني هناك رفض شعبي حتى للقانون ولم يقاب، هناك مشروع ضخم جدا في المغرب وهو شر لابد منه رقمنة الإدارة نعم كيف تنظر إلى آلية التطبيق وإلى احتماليات النجاح في هذا المجال خاصة نحن لدينا واحدة صورة نمطية مرتضة بالإدارة التي أنت ضروري محتكيتي فيها نعم ضروري باش تكون مرقمنة كيف تنظر إليها أعتقد أنها خطوة جيدة لأنه إحنا غادين الآن في واحدة تسارع يعني تقني تكنولوجي خاصنا نواكبه وبالتالي فمسألة رقمنة الإدارة المغربية هذا شيء إيجابي ولكن عندما نتحدث عن مسألة الرقمنة خاصنا كذلك نستحضره بعض الهواجيس اللي هي تقنية أمنية اللي خاص بطبيعة الحال يتم يعني الإدارة ديالها أو يعني تفكير فيها بواحد شكل جيد وجدي صحيح وكي نحن الآن وزارة الانتقال الرقمي يعني أصبحت حتى كمؤسسة قائمة الذات وبالتالي ننتظر 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 المواطن المغربي غير عبر هاتف ذكي أو جهاز حاسوب وخاص كذلك يخذ الغراد ويخذ وراقه وخاص كذلك من جهة يعني حتى المواطن المغربي أنا أصدر واحد لأيدي أصدر واحد تربية صحيح على استخدام تكوين على استخدام تكنولوجيات الحديثة للأسف الشديد كان نشوفه حاليا أن هناك واحد يعني الاعتماد كبير على التكنولوجيا نحن غادي نفوح الاعتماد كبير على التكنولوجيا ولكن في نفس الوقت ما كانوا أكبوش هذا المستخدم العادي باش أنه كذلك يعرف كيفاش يستخدم واحد الهاتف كيفاش يستخدم طبيقة كيفاش الآن نسمعوا علانة مزوبنا كيفاش يستخدمون فقط لأنه هالناس ما عارفين كيفاش يستخدمون هذه التكنولوجيات الحديثة وبتالي صحي أغلعب معك التنس لأنه بقي دقائق معدولة الانترنت والمال نعم تقول بأنه وسيلة قد تحقق أموال في سنة أو سنتين أنا لا أقول أنا غيرت حياتي الانترنت غيرت حياتي وخلتني أنني نكسب ليس أقوط يومي ولكن خلتني أني نخدم معي ناس أقدرتي متجر مؤخرا الحمد لله يعني فيه نفس تخصصك نعم رأي شوف الانترنت هو عمل خاصنا غير نديره عاد المعادلة أن الانترنت يسوي عمل الانترنت ماشي كما يتم تصويق له أنه ستجلس في الدار وتشغل واحد تطبيق على الهاتف ستقول لك تجني أموال هو عمل جميل طيب هناك من يقول بأنه لابد من فرض ضرائب على اليوتيوبر ومنصات التواصل الاجتماعي مع أوضت مع لأنه بطبيعة الحال كما كان ندخل مدخيل غالية طالعة هل تصل إلى هل تصل إلى أرقام أنا لا أصل على الأرقام باش تكون واضحين لأنه محتوى هو محتوى جد يعني سبيسيفيك ماشي واحد لمحتوى اللي عام ولكن يعني القاعدة الجماعية ديالي صغيرة بزاف ماذا كانين مدخيل مهمة كتدخل من اليوتيوب فعلا من الأدسنس كان الابتزاز على مستوى الانترنت يعني هو صح نافع يجعل العالم قرية صغيرة ولكن أيضا تحول منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان يعني انتهاك للخصوصية والابتزاز رأيي أمين رغيف في هذا الأمر وهذا راجع احنا غير رجع النقطة اللي قلت هي أنه ما كانش واحد يعني تعليم الناس يعني كيفازة في الراديو باش كيفاش يستخدموا الانترنت بشكل آمن ثقافة بغيت ثقافة الأمنية ماشي بضروري أنك تكون واحد إنسان لي متخصص في مجال الأمن معلومتي باش تقدر تحمي رأسك ما تقدر أنك تكون غير يعني تاخد غير دينونسيون وتقدر أنك تحمي رأسك اللي بتزاز الرقمي في المغرب واحدة ضايرة اللي هي كبيرة ضايرة كينة وضايرة خيبة كثير ومختصين أنا شخصيا رأينا في مكاتب وتستهدف المشاهير وهناك قضايا في القضاء تم تفكيكها وحول أناس يعني بدون ذلك الأسماء لكي لا نواصل يعني نطيل في هذا المجال التهكير موجود الهاكرز كينين قصتك مع صفحة المغرب الفاسي على الفيسبوك مغرب الفاسي هي صفحة تواصلت معنا بعدها اخترق صفحةها على الفيسبوك بين قوسين أنت لديك الشركة في الاستشارات نعم في هذا المجال نعم الحقيق الرقمي وقدموا مجموعة من الخدمات فيما يخص يعني شواء شبكة التواصل الاجتماعي أو الهواتف الدكية إلى غير ذلك فصفحة يعني كانوا تواصلوا معنا بخصوص أن صفحتهم تم اختراقها والحمد لله يعني في قصتنا أنا أرجعها لهم في واحد الضرف مكان الاختراق فين كان صراحة ما عنديش فكرة ولكن كان عندهم شي مشكلة يعني في الفريق اللي كان يدير الصفحة جميل نواصل الحديث عن ملف كنت بغير نعطي واحد للحيز كبير جدا ولكن ربما كان حاضر معنا من خلال تناول شخصية أمين رغيب من خلال التطور الذي وصل إليه الاستشارات إلى غير ذلك إلى أن تمكنت أن تصعد إلى قبة البرلمان لتحدث الناس عن التجسس عن بيقاسوس حدثني عن هذا الموضوع باختصار وفي نفس الوقت ما تركه من أثر لدى الناس منهم من تنمر يعني سألت تنمر أنا لا تعينيني لأنه أنا عارف راسي مزيان وكان عارف على شنو قد نعطي أنا كان سيبقى في الحال لو كان هناك تنمر على مستوى المحتوى اللي أعطيت يعني ما تنقش الموضوع تشكيك في المعلومات ما تنقش الموضوع الأكتر يلي كانوا يعني بدأوا تقللوا مني أنا يا باش يضربوا ذلك اللي قلت طبيعة الحال نحن نشتغلوه حجرة الحجرة وكانت ترويض الرأي العام في هذه المسألة كذلك لأنه هذا الشي اللي قلنا نحن رأى مسيس كان الناس اللي ما عندهم مش مصلحة أنني نخرج هذا الخروج ونقول الحقيقة لماذا مغربا ما قادرين شي قبله أنه يكون عندنا مهندس معلوميات أو خبير في الأمن المعلوماتي مغريبي زعم شاب باقي لدينا عقدات الأجنبي لو كان أجنبي هو اللي قال هذا الهضر لا تتصفق عليه وعندنا مشكلة أخرى كبيرة جدا وهي مشكلة الشهادات نحن كان أمنوا بالشهادات خاصة أنا نكون دكتور وخاصة هذا نكون تقرير على بره فأذيك ساعة تأمن بي وللإشارة أن حاليا شركات كوبرا أبل شركات اللي تابعين إيلام ماس كلهم الآن تتخدمون الناس بدون شهادات لأنه كان الآن شي حاجة اسمية التعليم الداتي وأنا نتاج دي التعليم الداتي في المغرب جميل بيغاسوس أثبتتها بال أثبتنا بالأدلة بالخشيبات كما يقول أنه ما كان ولون القضية مسيسة أثبتنا بالخشيبات أثبتنا بالدليل القطع على أن ما قيل هو فقط كلام فارغ وكنا ننتظر أن يكون هناك رد أن يتم نقاش لم يتم نقاش وهذا إن دل على شيء فيدل على صحة الأدلة حيث ما يمكنش أننا نلقى عندك أنت خطأ في واحد دليل أو عطي معلومة وما غاديش نجلدك غا نشدك منه وما خلي بغيت اخترت لك بعض الأسماء اللي ممكن نتحدث عنها ولها علاقة سواء في المجال أو لها علاقة بأنها بنت نفسها بنفسها ووصلت إلى مرحلة متقدمة على المستوى العالمي وليس فقط المغربي ولكن دائما وأبدا تلتصق بهم الهوية المغربية كي يزود ربو المغربي سيمولايف نكتفل عليها هذا هو مستشار تجارة الإلكترونية لما أعتقد لكل اللي بدايته وكل واحد نتأكد من اللي بداية دياله وكل واحد عارف كيفاش بدأ نخصت نحن كل واحد عارف كيفاش بدأ الحمد لله الأهم في هذا الشيء هو أنه ملك الناس وأنه تكون تناسب الليل أنه يكون ضمرك مرتاح هذا هو اللي موين وأعتقد أنك الناس اللي ما ينسوش مرتاحين هناك ما يتم ترويجه للرأي العام وهناك الحقيقة نقص التفاتش هذا ما قلت ليعطي رأي يا كرات صعب معلش معلش له حق الرد له حق الرد أنه يشاء في أي وقت يريد ادر مطيع أصغر مبرمج مغربي استشرفت باستضافته من أول المنابر الإعلامية هنا وبعد ذلك خلق ضجة عالمية وآذة مغربية طفل اللي 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 يعطيه واحدة رسالة كذلك ليحمي الرسالة أنه في المغرب كيانين بزاف ديال 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 طفل هذا حالو ما بحالو اللي بطبيع كحال خاصة غير تعطاهم الفرصة وخاص نوع من البلاد أنها تحاول أنها تنفيستي فيهم لأنها هدوهما هدوهما المستقبل العالم السراشد اليازمي العالم المغربي مطور البطاريات اللوثيوم وأيضا يعني مخترع مبتكر حاصل على جوائز بالجملة واليوم كنشوفه السيارات الكهربائية كنشوف بعض الاختراعات اللي قد يلعب فيها السيريازمي دور البطولة ويعتبر السيريازمي كذلك من العلماء اللي كان فتخروا بهم واللي كيشرف الرأي المغربية واللي أي شاب كيتمنى أنه كذلك يوصل لما وصل له الأستاذ وقت دهامنا للأسف ولكن نختم معك بكمال ودغيري حتى هو في لاناسا مع أيضا أسماء بوحبار هي أيضا مغربية هي الأخرى أيضا في ناسا كعالمة فهذا الثناء يشرف المغرب لا أسماء ولا حتى الودغيري كان في المركبة الفضائية التي زارت المريخ وستزودنا بمعلومات عن هذا الكوكب وقد تكون فيه الحياة نعم تقول فيهم تقول فيهم تقول فيهم تقول فيهم تقول فيهم تقول فيهم هدو كلهم اللي بنوا أمثلة مشرفة للمغرب واللي احنا نفتخرهم بهم واللي أي مغرب يتمنى أنه كذلك اللي تشوفهم تحس بواحد كين آمل أنه في المغرب ممكن توصل خاصة تكون عندك العزيمة وتي سرم عند الله وانت فين بغيتي توصل كسؤال أخير بقى عندي بزاف ديال الأحلام بقى بزاف الحواج بغي نوصل بغي نكبر الشركة اللي كان تولي شركة عالمية اللي كانت نشتغلوه يعني يعني ما وراء الحدود وما وراء البحار تكبر الريزو نعم فهذا من الأحلام اللي عندي وانتمنى ان شاء الله أننا نوصل إن شاء الله أمين نتمنى لك التوفيق مرحب الله وأيضا لكل من هما على شاكلتك لأنكم تمثلون قيادة لقاطرة من الناس الذين قد ينال منهم اليأس والإحباط نعم شكرا جزيلا لك شكرا لك على الحضور وبالتوفيق إن شاء الله في قادم الأيام والسنوات والشهور والمجالات التي تود اقتحامها من أجل أن تنسج لنفسك مسارا استثنائيا وأيضا تؤكد علو كعبك في هذا المجال كمغربي تمكن من البداية بصناعة المحتوى ثم أصبح مستشارا في الأمن المعلوماتي خبير في التكنولوجيا الحديثة ويحاضر في أزمنة وأمكنة مختلفة تود طلب ود أمين رغب ليك يكون معها إذن مشاهدين وصال الختاب حلقة اليوم من ضيف تحرير نشكرا لكم على الحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة